أزهر مباشرة إلى فندق الإقامة والزميل العزيز كريم أحمد من مقر إقامة فريق النادي الآلي كريم مساء الخير عليك ومحتاج بقت تطمننا على حالة الفريق بالكامل الحالة البدنية الحالة الفنية بالأمس كان فيه تدريب مغلق في استاد القاهرة فالصورة عندك إزاي في معسقة للفريق قبل التحرك إن شاء الله لملعب المباراة مساء الخير عليك زميل العزيز محمد سعيد كل التحية لك ولكل جمهور النادي الآلي ويا رب النهاردة إن شاء الله بإذن الله يكون يوم سعيد على ملايين جمهور الآلي بتنتظر هذه المباراة أنا أخذ من كلامك كمان يا محمد يعني مباراة الزهاب شيء ومباراة العودة شيء لأن لها حسابات كثيرة جدا مباراة غاية في الصعوبة الفريق النادي الآلي وده اللي إحنا لمسينه سواء من بيتسو مسماني المدير الفني اللي بيتكلم بشكل مستمر مع اللاعبين أهمية هذه المباراة عدم التهاون مش معنا أن إحنا حطينا هدفين هناك وكان الأفضلية لنا أن المباراة تكون بنفس الشكل لا نادي الوداد عنده دوافع كبيرة جدا وزي ما أنت ذكرت كمان زميل محمد يمكن فيه طبعا مكافئات مالية ليهم عندهم دوافع كبيرة وعندهم رغبة كبيرة لكن إن شاء الله بإذن الله مع الجدية والحماس والإصرار الكبير اللي شفناه في مباراة الدهاب نشوف أكتر من كده كمان من لعبة النادي الآلي 90 دقيقة من نار زي ما بنقول اللي إن شاء الله بإذن الله لعبة النادي الآلي يكون موفقة في هذه المباراة كنا بنتمنى جمهور النادي الآلي كالعادة يكون متواجد لكن جمهور النادي الآلي متواجد خلف الفريق في كل مكان بنقابل كده بعض الناس بنقابل بعض المتواجدين فندق الاقامة الكل بيشجع العيبة النادي الاهلي افريقيا اهلي دي ممكن شعار خلاص لكل العيبة النادي الاهلي والجمهور النادي الاهلي يا رب ان شاء الله محمد كل الظروف وكل العامل تكون مهيئة النهاردة في التسعين ديئة وبإذن الله ان شاء الله يبقى طرف اول في المباراة النهائية طبعا اكيد عايزة رجع معاجبة للتدريب بامس اللي اكيد طبعا كان تدريب بمغلق نظرا طبعا للتعليمات الخاصة به الكاف لكن بأكد لك تدريب الامس كان تدريب قوي جدا واشاد الحقيقة بيتسو مسماني بكل العيبة النادي الاهلي على الجدية والحمس الكبير اللي كانوا فيه في تدريب الاخير كان فيه جملة تكتكية كبيرة جدا الرجل اتكلم مع اللعيب الرجل على طول مستمرة محمد في محاضرات الفيديو بعد اي مباراة بعد اي غدا بعد اي حاجة ليه علاقة بتجامع اللعبين بيكون في محاضرة فيديو بسيطة جدا الرجل كان ليه قراءة مهمة جدا وواضح في المباراة الاولى انك اتقرأته اكثر من رائعة للصغرات ونقاط القوة والضعف لفريق الوداد لكن كمان مع المباراة الاولى بنبه على اللعيبة بشكل كبير اللعيبة بتتفرج محمد على اللعيبة بشكل مستمر يعني الفترة اللي فاتت بعد كل تدريب اللعيبة وهي في الفندو بتتفرج على اخطاء كل واحد مخصص له فقرة بيتفرج عليها سواء خط الضهر تحركات خط الهجوم تغطيات العكسية الانطلاق من منتصف الملعب كل الامور دي لعيبة النادي الاهلي بتدريسها يوم بيوم ولحظة بلحظة لان انت عارف طبعا اهمية التحضير ده امر مهم جدا وده الحقيقة اللي بيجيد فيه الجهاز الفني بالكامل كمان يمكن موسى مطلبة طبعا محل الأداء اللي بأكد لك كمان دوره مهم جدا الرجل بيحاول ان هو يحط العيبة النادي الاهلي في كل النقاط القوة اللي بأكد لك عليه ونقاط الضعف ليه فريق نادي الوداد وده امر مهم جدا لما التحضير بيكون جيد من الجهاز الفني يتبقى بقى تنفيذ الجمل التكتيكية والتعليمات اللي بيأكد عليها بيتسو موسيماني فيه أرض الملعب اللي نأكد طبعا مباراة غاية في الصعوبة وغاية في الهمية ده اميلي محمد سعيد لكن ان شاء الله بإذن الله لعبتنا تكون على قدر المسؤولية كالعادة ونقدر ان شاء الله نحن نعدي هذه المباراة طيب حالة اللاعبين والفريق وامبرح كان فيه تأسيمة والجهاز الفني فضل كمان يختتم التدريب بمران على رقلات الجزاء الترجحية وده اندل على شيء بدول ان الجهاز الفني حاطت في حسبانه كل الأمور وكل التفاصيل وده رسائل مهمة جدا لازم الناس تسمحها وكلمني كمان تشكيل ممكن يكون هل ممكن يكون فيه حاجة واضحة حالة الفريق بشكل عام للي برضو الجمهور عايز تطمن على كل اللاعبة بعد تدريب الأمس يا كريم يعني طبعا نقطة مهمة جدا محمد وهي رمكارات الترجيح يمكن عايز اقولك في المباراة الاولى كمان يعني انت عارف المباراة الاولى يمكن شوفنا فيتسو مسماني يعلم علول شاط كان متواجد أحمد الشيخ كان متواجد الرجل كمان بيدي رسالة لعبة النادي الآلي ان المباراة ممكن توصل لكده ودي اللي احنا بنتكلم فيه ان الرغمة موجودة والدفع موجودة عند نادي الوداد فممكن الامر يوصل لكده لكن زي ما بقولك ان شاء الله بإذن الله على الحل الكبير اللي في العبت النادي الآلي والمعنوات المرتفعة وتركزهم الكبير والحمل الكبير اللي على اكتابهم طبعا بالنسبة لي جمهور النادي الآلي لان انت عارف محمد البطولة دي حلم كبير لمقاتل ملايين من جمهور النادي الآلي ان شاء الله ما نوصلش لهذه المرحلة لكن بأكد لك التحضيره ما بيكون جاهز وطيب جدا وبيحط فيه كل الامور بيتسو مسماني والجهاز الفني بتنعكس على العيبة بشكل كبير ان شاء الله بإذن الله ما نوصلش للمرحلة دي لكن زي ما بأكد لك كل لعيبة النادي الآلي في تدريب الامس كانت جاهزة كانت واضح ان الحماس موجود واضح المعنوات مرتفعة يعني عايز اقول لهم كل لعيبة اللي ممكن شاركت في ضربات الجزاء او ركلات الترجيح احرازت كلها طبعا تقلق اللي شناوي في بعض الركلات وايضا كمان علي لطفي لكن ان شاء الله بإذن الله ما نوصلش لهذا الامر التدريب الامس كان مميز وطيب جدا لعيبة النادي الآلي كل لعيبة محمد جاهزة الحمد لله يعني انتعرف طبعا سواء افشا مروان محسن كل لعيبة اللي كانت بتشتكي من اجادات خلال الايام الماضية طمين عليها افشا يمكن الحمد لله سليم مية في المية شارك تدريب اكثر من رائع كهربا كمان يعني من خلال تدريبه اول امس وايضا كمان تدريب الامس كان اكثر من رائع لفريق النادي الآلي يمكن بيؤدي اداء مميز جدا كهربا يا رب ان شاء الله يكون لي دور بإذن الله مع فريق النادي الآلي كل جاهزة محمد ان شاء الله بس يعني يبقى التوفيق بقى انتعرف التكتكة والجمل التكتكية والفنيات وكل الامور دي خلاص اتحضر لها بشكل كبير يا رب بس ان شاء الله بس لعيبة النادي الآلي يكون موفقة بإذن الله في هذه المباراة